طب ايه المعنى اللي المصرين كانوا عايزين يعيشوه وهم بيعملوا الكلام ده ايه الاصل اللي كانوا عايزين يقصلوه في قلوبنا اصل مهم جدا جدا جنوب يقصلوه في قلوبنا اللي هو ايه انه هما كانوا بيعملوا الكلام ده عشان يعلموك معنى حلو قوي وهو ادخال السرور على قلب المسلم احنا محتاجين نعيش المعنى ده المعنى ده اختفى من قلوبنا كتير ان احنا نعيش عشان ندخل السرور على قلب المسلم ان انت تعمل حاجة اللي تفرحه هو عليه هم هيخرج بعد العيه دي هيعمل ايه او عنده هم هو الوحده يعيني قاعد محبوس في السرير فلما يجي حد يديله ده يحس ان هو لي ايمة عنده يحس ان الشخص ده بيحبه مش معنى كده ان الايمة في الفلوس لكن الايمة ان هو حب يدخل السرور على قلبه احنا مازلنا حتى الان بنحب ندخل السرور على قلب المسلمين بنحب ندخل السرور على قلب احبابنا تخيل الشخص بيبقى سعيد ازاي ان فيه حد حتى لو كان محتاج اخرج من قوته واعطى لاخيه عشان بس يشوف البسمة وهي مرتسمة على وجهه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة او يبقى هو دوت المعنى